السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور ده الواحي. انتم وضوح حلقتنا النهاردة. انكم الجزء التاني من مشكلة مسامية الشعر. وان شاء الله النهاردة هتكلمكم عن افضل روتين للعنية بالشعر عالي المسامية. الشعر عالي المسامية مشكلته انه دايما جيف. تالف. اطرافهم الصفة. سهل التشابك. سهل التكسر. وكمان سهل التساقط. وده كله ليه? ده كله بسبب ان الشعر عالي المسامية بيمتص المية والمرتبات بسرعة. وكمان بيفقدهم بسرعة. طب ازاي اعرف ان شعري عالي المسامية. طبعا دي قلتها الحلقة اللي فاتت بس هنرجعها بسرعة مع بعض. اولا هنخسل شعرنا كويس جدا عشان هتخلص من اي ترسبات لمنتجات العناية بالشعر. وهكده هنجفف شعرنا كويس جدا. وهكده هنقص جزء من الشعرية. وهكده هنجيب كوباية مية. وهناخد جزء الشعر هنحطه على سطح المية من فوق. لو امتص المية بسرعة ونزل لقاع الكوباية يبدأ شعر عالي المسامية. فاول خطوة واهم خطوة في علاج الشعر عالي المسامية هي ان احنا نوقف ازاء شعرنا. هنوقفه ازاي? اولا ممنوع تعرضه للحرارة للسشوار المكوى. كمان ممنوع غسيل والماء الساخن والغسيل يكون بماء بارد. كمان ممنوع السباغات. كمان ممنوع الفرد والمواد الكيموية. وتاني خطوة في علاج الشعر عالي المسامية وهي عمل بمسك بروتين طبيعي للشعر. وده بيكون مرة واحدة اسبوعيا ازا كان البروتين خفيف او مرة شهريا ازا كان البروتين تقيل. ومسك البروتين من اهم خطوات العناية بالشعر عالي المسامية. ليه? لانه بيعمل على ملء الفراغات الموجودة على الشعرية وبالتالي بيقلم من حجم المسام. ومن افضل مسكات البروتين اللي ممكن نعملها لشعرنا وهي مسك البيت ومسك المايونيز. والخطوة التالتة للعناية بالشعر عالي المسامية وهي الترطيب. ليه? لان مشكلة الشعر عالي المسامية انه بيمتص مرتبات بسرعة وبيفقدها بسرعة وبالتالي هو في حاجة دائمة الى الترطيب. وهنا يفضل نستعمل المنتجات التقيلة او الزيوت اللازجة في الترطيب. طب زي ايه? زي زيتة الشاية. زيت الخروع. او زيت الهند. او زيت بزور الكتان. او زيت السمسم. او زيت الزيتون. ودول بيتميزوا انه بيعملوا على طبقة خارجية على الشعرية. بيعملوا طبقة خارجية بتغلف الشعرية من الخارج. وبالتالي بتخلي الشعرية تحافز على الرطوبة داخلها اطول فترة ممكنة. وبالتالي بتحافز على ترطيب الشعر اطول فترة ممكنة. طب هنستخدمها ازاي? هنستخدمهم كماسكة للشعر وفروط الرأس الى مدة ساعة وبعدين نخسر. والغسيل يكون بشامبو خفيف. يعني شامبو خالي من السلفات. خالي من الكابرتات. خالي من الصوديوم. خالي من الورابين لان كل دي بيتزود من مشكلة الشعر. كمان شطف الشعر بيكون بماء بارد والبعد نهائيا عن الماء السحن او حتى الماء الدافي. لانه بيعمل على توسيع المسام وبالتالي الشعر بيفقد الترطيب بسرعة. طب هنعمل المسك ده كم مرة? هنعمله مرتين في الاسبوع. مرتين بس في الاسبوع. مرابع خطوة في العناية بالشعر على المسامية وهي البلسم. وهنا يفضل البلسم ليف ان. اللي هو البلسم اللي ترك على الشعر بدون غسية ليه للحفاظ على ترتيب الشعر. ومنع جفافه اطول فترة ممكنة. وخامس خطوة واخر خطوة في العناية بالشعر على المسامية وهي التصفيف. ومشكلة الشعر على المسامية ان هو سحل التشابك. وبالتالي لازم نستخدم اولا مش يكون مخصص لفق التشابك ويكون واسع وكمان ممنوع شد الشعر اسنين التصفيف لان مشكلة الشعر على المسامية ان هو سحل التقصر. كمان يفضل تصفيف الشعر اثناء وضع الزيت او وضع حمام الكريم او وضع البلسم لتسهيل فك التشابه. ودلوقت هقول لكم على اقوى وافضل وصفة لتقويت وترطيب وتطويل وتكسيف الشعر عالي المسامية. ودي بتتكون من تلات معالق من المايونيز. اتنين سفار بيضة. اتنين معلقة من زيت الخروة ومعلقة من زيت الزيتون البكر. هنخلطهم كويس جدا مع بعض لغاية ما نحصل على مزيج متجانس. وبعد كده هنعمل بيهم مصر للشعر لمدة ساعتين. وبعدين نشطف. والشطف بيكون بماء بارد وكمان شامبو خالي من السلفيت. طب هنعملها كم مرة? هنعملها مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع. وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة. تكونوا استفدتم منها. اي استفصال سبولي في التعليقات. وان شاء الله هرد عليكم ويه. السلام عليكم ورحمة الله شكرا.